الاولى والاحق الان ان احنا نبحث وندرس لا ان نكرر وان نعيد يا اخي عاملين زي في لحظات العزة المصريين كلهم لما بعزوا بعض بقولوا نفس الكلام وبيكرروا مليون مرة في ساعة بيقى في حياتك في حياتك الباقية انبقاء لله شكر الله سعيك غفر الله زنبك فتقف انت في الجنازة تتلقى كده العزاء ويعد عليك لو انت على مقابر بلدنا في الرمالي تقف صاد المقبرة وقد دفنت يعني متوفيك وودعت عزيزك فيقترب منك بقى كل اهل القرية يسلمون عليك ويقولون نفس القول فتردد عليهم نفس القول الف بقى الفين حسب يعني حجم الجنازة وعدد المشيعين احنا بنعمل كده بالزبط سياسيا وقانونيا ومسؤولين دولتنا بيعملون كده بالزبط مع كل مدبحة مع كل حادثة ارهابية مع كل الجريمة باشعة بيطلعوا اللي قلنا شكر الله سعيكم شكر الله سعي اللي هو نفس الكلام بس بالسياسة بقى كلام بالمسؤوليني بقى نفس الانفعالات والمشاعر الطيبة المخلصة المنفعلة اللي لا بتودي ولا بتجيب وتنتهي الى لا شيء لانا اصل لا شيء بمعنى انا مقدر الحزن ومقدر الالم لكن كل الكلام اللي بيتقال ده كلام متعاد اتقال عشرين مرة بل كده في كل المواقف دي وما عملش حاجة ومش هيعمل لانه الكلام ملوش معنى لانه انه كلام فاشل لانه حل فاشل لانه كل الخطوات اللي بتعملوها دي فاشلة فمش فهم ايه العظمة فانتوا بتكرروا فاشل ايه من هو العبقر الذي يعتقد انه لما يكرر الفاشل هيينجح